طلبنا من حضراتكم التفاعل في بداية الحلقة مع سؤال حلقتنا النهاردة ايه هو التشكيل الامثل من وجهة نظر حضرتك السؤال هو ما تروح على الشاشة اختار التشكيل الامثل لمنتخب مصر امام كينيا وده يمكن السؤال السأله طبعا زميني كابتن هاني لكابتن رمضان بس عايزين نستعرض التشكيل من وجهة نظر حضراتكم زي ما بعدتولنا يمكن الاختلاف في الخط الدفاعي فقط لكن فيه اتفاق كبير جدا على شناوي على أفشا صلاح أكيد ترزيجي محمود محمد مسعود من فيسبوك بيقول الشناوي أشرف ياسر حجازي هاني سليا نني أفشا صلاح ترزيجي مصطفى محمد تشكيل متوقع وبراهن عليه لما نشوف يا محمد كمان محمد مصطفى بيقول شناوي محمد هاني الوينش أحمد حجازي أيمن أشرف طارق حامد محمد النني محمد صلاح أفشا محمود حسن ترزيجي ومصطفى محمد على مستوى تويتر محمد عود بيقول حراس المرمش الناوي أيمن أشرف حجازي الوينش أيمن أشرف طبعا باك شمال حجازي ووينش قلبي دفاع محمد هاني باك يمين طارق حامد ونني محور الارتكاز أفشا ترزيجي مصطفى محمد وصلاح دول رباعي خط الهجوم أحمد الجبلاوي بيقول أيضا الشناوي حراس المرمى هاني حجازي الوينش أيمان حطت السلية جنب النني وحطت طبعا صلاح أفشا ترزيجي ومصطفى محمد في الخط الأمامي من انستجرام أسماء أسماء بتقول شناوي أيمن أشرف محمود الوينش أحمد حجازي محمد هاني النني السلية أفشا صلاح ترزيجي ومصطفى محمد أحمد حسام كمان برضو بيقول طبعا الشناوي أيمن أشرف محمود الوينش أحمد حجازي محمد هاني عمر السلية النني أفشا صلاح ترزيجي وبرضو مصطفى محمد يعني ما فيش اختلاف على الشناوي كابتال رمضان ولا على صلاح ولا على ترزيجي تقريبا ولا على أفشة ولا على مصطفى فيه عناصر كتيرة كابتن عليها يعني إجماع كامل الاختلاف حاجة الحضراتك في الاختلاف ونتناقش عليه الاختلاف بعض الناس بتقول أن يبدأ مثلا بالنني والسولية فيه ناس بتقول طارق حامد وطارق حامد والنني فيه ناس بتقول لا ممكن يبدأ بالسولية وحمد فتحي على سبيل اللي اتنين بيلعبوا في النادي الأهلي متفاهمين بعض خط الأمامي كل الناس متفقة على ترزيجي أفشة صلاح ومصطفى محمد خط الظاهر برضو معلوش أي مشكلة يمكن برضو في عملية السردباك من اللي يخش جنب إحجازي حضرتك شايف التشكيل الأمثل طبعا السادة يعني مشاهدي قناة النادي الأهلي حطوا تصوراتهم نحب نسمع برضو تصور حضرتك للتشكيل يعني احنا ما فيش خلاف طبعا الشناوي هاني محمد هاني والونش وحجازي رغم أننا كنت يعني بحط أيمن أشرف جنب أحجازي لأننا بقول أن أيمن أشرف من أفضل المساكنين الموجودين دلوقت في الفترة دي وبنقول أيمن أشرف يلعب نحة الشمال ويمكن أيمن أشرف نحة الشمال فيه ميزة كمان أنه هو بيعرف يعمل الواجب الهجومي وبيعرف بشكل قوه جدا 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 فبالتالي أنت عندك الخمسة اللي فوق اللي هو مصافة محمد ومحمد صلاح وقفشة ورزيجي أنت ممكن كمان طارق حامد مع النيني وانت عندك كمان محمد هاني بيعمل الواجبين الواجب الدفاع والواجبين بشكل كويس أوي وفي نفس الوقت كمان أيمن أشرف هيقفل ورط رزيجي بشكل قوي جدا هتدلو فرصة أنه هو كمان يعمل اختراقاته وينطالق كمان ويبقى من غير قلق من غير ما يبقى فيه مساحات في نصف ملعبنا